السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا على يوم الأحد 30 تموز يوليو طبعا ذكرت في حلقة الأمس أنه في عنا خلو مسار وانتقال القمر راح يكون لبرج الجدي في ساعة الصباح هذا اليوم بيحمل طاقة عالية جدا 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 فعشان هيك في كثير من المزايا اليوم وكثير من الأشخاص راح يستفيدوا عشان هيك ركزوا بشكل جيد بالزوايا عشان تعرفوا القوة وين راح تكون طبعا القمر الآن موعد بث الحلقة في برج القوس هو الآن موجود في منزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 4 و44 دقيقة من صباح اليوم الأحد لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة ساعة الذابح وهي منزلة للعلاج والفراق والخلاص أو الحرية طبعا القمر موجود في برج القوس ومنشعر بالابتهاج ومنجهد الناس أكثر مرحا لغاية ساعة الصباح تقريبا ومننطلق على سجيتنا ويتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا إلى عالم الفلسفة والدراسات الدينية كما من ميلة الترحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسع نقتراض المال والدراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواية ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية التربيع السلبية هي بدأت اليوم تأثيراتها زاوية التربيع السلبية هاي رح تكون بين الزهرة وبين أورانوس طبعا تأثيراتها من اليوم ورح تستمر ليوم 17-8 لا تنسوا الزهرة بتتراجع وهاي الزاوية زاوية التربيع صعبة يعني الأحداث ما رح تكون سهلة وخصوصا على الأشياء اللي رح أذكرها ذروة هاي الزاوية رح تكون يوم 9-8 رح تكون في تمام ساعة 11 وثمان دقائق ظهرا يتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة بإنها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع وبتخلق لدينا تصرفات اندفاعية وشقاقات أو يعني خلافات عاطفية وبتكون لها عواقب وخيمة برضو بتدل هاي الفترة إنها غير مناسبة لطرح الإنتاجات الفنية للأسواق لأنها ممكن تلاقي فشل أو عقبات غير متوقعة أو ممكن تتعرض للحضر يستحسن تجنب إقامة الحافلات والسهارات في هاي الفترة لأنه احتمالية الفشل عالية جدا أو من المحتمل وقوع حوادث غير متوقعة ويكره تنقل الفنانين خصوصا عبر الجو لزيادة احتمال الأمور المفاجئة بالنسبة لهم تأخير استجواب حوادث صحية أعراض صحية أشياء من هذا القبيل وبرضو في هاي الفترة بتفسد أخلاق الناس بسبب الانحلال الخلقي والتحرر بمعنى السلبي كذلك من الأفضل تجنب الاستثمارات في هاي الفترة لأنه في أمور ضاغطة راح تكون على المسائل اللي العلاقة بالبنوك والمؤسسات المالية لأنها ممكن تعرف تراجع مفاجئ في المداخل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين عطارد وبين زحل وهاي تأثيراتها من يوم 29 ثمانية ورح تستمر لغاية يوم 6 ثمانية ذروتها يوم 2 ثمانية في ساعات الصباح بتسبب التعب والقلق والحذر والميل للكآبئ اللي بيحد من خيالنا وبيجعلنا شاردين الذهن ومتقلبين وبتعرضنا برضو هاي زاوية للإرهاق اللي ممكن إنه يضر بصحتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين المشتري وهي تأثيراتها من يوم 28 ثمانية ليوم 16 ثمانية طبعا ذروتها القصوى يوم 7 ثمانية هاي زاوية رح تبدأ مع بداية يوم 7 ثمانية فهي بتبدد الحضوض في أي مسعى منقوم فيه وبرضو من ميل العيش دون المستوانا وتبذير أموالنا ومننجذب للإقمار والمراهنات والمضاربات المالية ممكن نتعرض لمشاكل مع السلطات أو مع العدالة وهذا الاتصال غالبا بيسبب مغالاة في النفقات وخسارة مالية وفشل في المشاريع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين عطارد وبين الزهرة هاي الزاوية من يوم 25 ثمانية بدأت تأثيراتها ومستمرة لغاية اليوم آخر يوم لإلها وهي زاوية بتعزز المواهب الفنية والأدبية بتجعلنا ميالين للتسامح مريحين خفيفين الروح يعني بتعزز الأمور الحياة الاجتماعية والعاطفية والتواصل مع الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين الشمس وبين بلوتو طبعا برضو تأثير هاي الزاوية لغاية اليوم آخر يوم لإلها بقولنا أول ما تشكلت هاي الزاوية أنه بتثور أعمال عنف ومواجهات إلها علاقة بالنيران والمعادن وبتعزز التسلط عند البعض وبيحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين بتضع حقبات في طريق نجاحنا وبرضو بتسببنا عدوات خفية وبتزيد من حدة شهوانيتنا اللي ممكن أنها تضر بصحتنا أو يصير ضرر بالصحة وبعض الأشخاص ممكن يكون فيه أمراض خطيرة أو يكتشفوا أمراض خطيرة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين المريخ وبين المشتري وهي تأثيراتها من يوم 21 سبعة ليوم 13 ثمانية بتخلق جو من التسامح وبرضو بتخلينا نتسامح مع من أخطأ ويخطئ بحقنا ومن مد يد العون لإلهم برضو بتدفعنا للتراجع عن الأخطاء بتجلبنا سعادة عاطفية كبيرة وبتدخل الإنفعال في علاقاتنا الجنسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين نبتون وبين بلوتو وهي زاوية منفصلة من يوم 28 ستة ليوم 12 هذه زاوية بتسبب عودة وضعية قديمة أو شخص قديم أو حدث قديم أو موضوع قديم بيرجع بظهر على الساحة وبيدعم وضعنا أكثر فأكثر بالنسبة للزاوية اللي اليوم تأثيراتها القوية أول زاوية زاوية التربيع السلبي اللي بين القمر وبين نبتون واللي مستمرة من الآن موعد بث الحلقة ورح تظن مستمرة لغاية ظهر يوم الأحد هاي الزاوية بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة طبعا هاي الزاوية برضو نفس الشيء من الآن موعد بث الحلقة ورح يستمر تأثيرها حتى ظهر يوم الأحد بتهجج العاطف اتجاه الجنس الآخر بالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم تعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بعد هاي الزاوية مباشرة بابدأ عنا خلو المسار خلو المسار للقمر رح يبدأ الساعة 11 وخمسين دقيقة من مساء السبت يعني من مساء موعد بث هاي الحلقة اللي هي قبل منتصف الليل بتوقيت جرينيتش وبينتهي تقريبا الساعة 44 دقيقة من صباح يوم الأحد بتوقيت جرينيتش لا ينتقل قمر بعدها لبرج الجدي هذا بيعني ان هاي الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 44 دقيقة صباحا خلاص القمر بنتقل وباستقر في برج الجدي عشان هيك بنعود لطبيعتنا الجدي بنحاول إنجاز عمل متراكم بنجد أنه الأمور ما بتصير معنا بسهولة وبتسيطر علينا روح التشاوم أو على البعض مننا على البعض مننا وعلينا الإجتهاد أكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد أو شراء تحفي أثرية أو البدء بحمية أو شراء بوليسة تأمين أو عقد تأمين أو تجديد تأمين أو مراجعة شركات التأمين أما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل وهي أيضا من الزوايا اللي تأثيراتها الآن موعد بث الحلقة ورح تستمر لغاية منتصف لليل يوم الأحد على الاثنين هي زاوية التثليت الإيجابية بين القمر وبين عطارد ذروة هاي الزاوية بتبدأ الساعة 6 و55 دقيقة من صباح اليوم الأحد بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة وبرضه بتزيد من خيالنا وبتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا وبتمنحنا كفاءات للعمل التجاري وبصير في عنا ثقة بالنفس عالي جدا وبنتألق بفضلة سهولة تعابيرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليت الإيجابية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية ذروتها الساعة 11 و14 دقيقة من ظهر اليوم الأحد وتأثيراتها من ساعة صباح يوم الأحد وحتى منتصف ليل الأحد على الاثنين بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية مناسبة للاستقرار أو للسيطرة على الذات والاستقرار النفسي والثبات والحذر تمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليت إيجابية بين القمر وبين المريخ وهي تأثيراتها يعني منقدر نحكي أنه رح تكون من ظهر يوم الأحد وبتستمر حتى عصر يوم الأثنين بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهذا الوقت المناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوة مهمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليت إيجابية بين القمر وبين المشتري وبرضو تأثيراتها من ظهر يوم الأحد وحتى عصر يوم الأثنين منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولك لأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبرضو بتساعدنا هاي على نوع من أنواع تعزيز الروابط العائلية تمنحنا العطف والمودة نحظى بالشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية برضو ممكن تساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا من الآن ولغاية ساعة الفجر عنا الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية بعد ساعات الفجر وطيلة النهار بصير عنا الركبتين المفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري الرضفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والطحال وجهاز التوازن هذول اللي بصيروا أكثر حساسية فعشان هيك هاي الأعضاء بتكونوا توفروا لها العناية الإضافية طبعا الآن بدأنا إحنا بمراحل اكتمال القمر عشان هيك يعني العملية الجراحية أنا ما بنصح فيها في مراحل اكتمال القمر لأنه شوي بيكون فيه سيولة عالية في الدم واللي بياخدوا مميعات أو بياخدوا أدوية مسيلة للدم هذول ممكن يتعرضوا لالتهابات أو نزيف عشان هيك اللي بياخدوا مميعا في الدم بدهم ينبهوا الطبيب عشان يتم وقف الأدوية يبلل عملية وفي نفس اللحظة بنصح العمليات إنها تكون إذا إضطرارية عما بالنسبة للأعضاء اللي ذكرتها قبل قليل فهي ما بنصح فيها إلا بعمليات صغرى أو فحصات بالنسبة لعمليات التجميل طبعا ما بنصح في عمليات التجميل نهائيا لأنه القمر اكتمال وفي نفس اللحظة حكينا تراجع الزهرة ولا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر العادي يعني رغم أني أنا ما بنصح في خلال هذا يعني هدول اليومين أنه يعمل الواحد أي شيء بيتعلق بالشعر لا صبغ ولا حنة ولا قص لأنه القمر موجود في الجدي وبرضه في مراحل الاكتمال فما بنصح في هذا الأمر القمر بما أنه موجود في برج الجدي رح ينتقل ويستقر معنا تخلو المسار القادم الساعة 2.12 دقيقة من فجر يوم الثلاثاء بيبدأ واحد ثمانية وبيستمر حتى تمام الساعة 53.57 دقيقة صباحا من صباح يوم الثلاثاء لا يستقر القمر بعدها في برج الدلو بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره 13 يوم في تمام الساعة 2.54 دقيقة عصرا بيصير عمره 14 يوم نسبة الإضاءة 95% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 23 ثمانية سعيد بنسبة 15% القمر في القوس وبدو ينتقل للجدي ورح يضل في الجدي حتى يوم 1 ثمانية سعيد بنسبة 45% الآن في ساعات الفجر بصير سعيد بنسبة 60% ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 85% أما في ساعات الضهر بترتفع نسبة السعادة 100% في ساعات المساء المتأخرة بصير سعيد بنسبة 70% عطارد في العذراء حتى يوم 23 ثمانية سعيد بنسبة 30% الزهرة في الأسد بتتراجع حتى يوم 4-9 منتحس بنسبة 60% المريخ في العذراء حتى يوم 27 ثمانية سعيد بنسبة 15% المشتري في الثور حتى يوم 4-9 منتحس بنسبة 25% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 4-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 30% نيبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 15% طيب حطيتوا لايك وديسلايك وكومنت وشير ومير وفير وهي كل هالأشياء يعني طبلتوا على الكبسات كبستوا على الكبسات لعبتوا في الكيبورد يعني سويتوا حركة هيك اعملوا يا جماعة الخير حركة هيك أيوة 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 هيك أيوة أيوة كمان 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 ممتاز ممتاز أما هدول اللي ما كبسوا الله يسامحكم الله يسامحكم الله يهديكم الله يهديكم يعني مش عارف أنا إيش هل يلا بسيطة بسيطة وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بيظل الجو جيد لغاية ساعات الصباح فبتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباءكم معكم ممكن تذهبوا في رحلة أو تروجوا لعمل أو تحصلوا على معلومات ما كنتوا تتوقعوها وبرضو بيكون في نوع من أنواع النجاح والحظ في حياتكم العاطفية والعائلية أيضا أما من ساعات الصباح فهنا بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهمش أنه ما ترتجلوا المواقف والتصاريح والتعابير ومواقفكم أيضا عشان ما تقعوا ضحية الفوضى وعدم التنظيم تضغط عليكم المسؤوليات وممكن تواجهوا أمر صعب ومعقد عشان هيك بتلكوا تلتزموا بالمسؤوليات وتعتبر هاي فترة واعدة برج الثاعدة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا هنا الأجواء كلها رح تركز على الأموال المشتركة لغاية ساعات الصباح فبتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتخففوا من النفقات المتصاعدة سارعوا في تهدية الأجواء هاي فترة مناسبة للاطلاع على أراء الغير ممكن تطلق مساعدة أو تعاطف عشان هيك عليك أنك تتحلى بالليون والتفكير الموضوعي أما من ساعات الصباح وما بعد فبتنشطوا في مجال السفر أو الاتصالات البعيدة في لقاء أو فرصة بتفتح أمامك أبواب للسفر والتسويق والنشر أو الدراسات العليا وبتفرحوا لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة أهم شيء تتحركوا على مختلف الأصعد إلى أن كل هاي الأجواء ممتازة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا يعتبر هذا اليوم يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم لغاية ساعات الصباح وبرضه سواء في مجال العمل أو العاطفي يعني برضه مع بين الأزواج ومع بين الأحبة وهذه فترة شوي فيها نوع من أن نواع الضغط لأن القمر ما زال ما يوجود مقابلك لغاية ساعات الصباح فما بينفعك سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات أما في ساعات الصباح وما بعد بتعيدوا ضبط ميزانيتكم حاولوا أنك تدخلوا التعديل على نمط حياتكم لا تتماشى مع التقدم والتطور في محيطكم بيطمئن بالكم وبتفرحوا لتطور في مسألة ما فترة جيدة لتصحيح خطأ أو لتكرار محاولة سابقة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك ومرضو بتكن تنتبهوا لغذاكم وراحتكم وتكونوا منظمين وتحسنوا إدارة عملكم وتحاذروا من الجدال مع المعاونين ولا تهملوا صحتكم ما تأجلوا ولا تماطلوا أعمالكم حتى لو اضطررتوا للعمل لساعات إضافية أما من ساعات الصباح فهنا بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم حافظوا على هدوءكم وما ترتجلوا كلامكم أو توجهوا ملاحظة لأن خصمكم بيكون قوي ما بيرحم فعشان هيك بصير فيه نوع من أنواع الضغط ولكنه ما رح يكون كبير كثير لأنه الأجواء الفلكية جيدة ولكن بدك تحافظ على هدوء أعصابك وما تكون عدائي بالنسبة لموليد برج الأسد بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم وبتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا وتعتبر فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم شيء أنه ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحبة حاول برضو أنك تصحح الأخطاء لغاية ساعات الصباح الأجواء داعمة لإلك بقوة أما من ساعات الصباح وما بعد هنا بيبدأ العمل بالتراكم لديكم أهم شيء أنه ما تهملوا صحتكم وحاذروا من تراجع صحي أو تقلب صحي اللي ممكن أنه يمنعكم من أداء واجباتكم اليومية كما يجب برضو بتظهر بعض المسائل العائلية أو الشخصية الطارئة وممكن أنك تشعر بنوع من أنواع التوتر بالنسبة لموليد برج العذراء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا نوع من أنواع التعاون ما بينكم وما بين أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي وممكن تظهر مشاكل شخصية أهم شيء أنك ما تتهرب من المسئولية تجاه العائلة الأجواء عدائية ومتوترة فعشان هيك بدك تراعي وضعك الصحي بشكل جيد لغاية ساعات الصباح أما من ساعات يعني الصباح وما بعد فهنا بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم ابتفرح لانفراج ملموس ترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وممكن تقوم بخطوة مباركة أو تتلقى إشارة إيجابية هاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتنشطه في مجال السفر والاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات لغاية ساعات الصباح وهذا اليوم يعني أو الأجواء بتظل غاية ساعات الصباح مناسبة لا يجتياز امتحان وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع الإخوة ومع الجيران بتدعمك الحضوض وبتكون جريف التعبير عن رأيك وعن آراءك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر لا إلك الأجواء لطيفة وبتحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتاهيل قدراتك أما من ساعات الصباح وما بعد هنا بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية أهمش أنك تلطفوا الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن تثير اضطرابك وانتعاضك أهمش أنه برضو ما تخالف القوانين واحترم الموعيد والالتزامات المهنية ويهتم بعائلتك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتظل الأجواء لغاية ساعات الصباح بتحمل فرصة لمكسب مالي أو تعطيك فرصة لمكسب مالي وعلى الأغلب هاي الفرص بتكون من عمل إضافي أو مستردات هبات دعم معهيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتموا بتوظيف أموالكم ولكن بتكونوا عاقلين في صرف الأموال بتهتموا لمناقشة دعم مالي أو قرض أو ممكن تفكروا في بعض الاستثمارات والتوظيفات وتعتبر هاي فترة إيجابية ممكن تحقق خلالها ربح أما من ساعات الصباح وما بعد فهنا بتكثر عندكم الاتصالات بشكل كبير والتنقلات هذا اليوم نشط جدا وتعتبر هاي الفترة فترة مهمة للتواصل مع المجتمع لا يسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بفعالية كبيرة أو تقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق ومصالحة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة تدعم من مكانتكم الاجتماعية هذا اليوم بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليكم التحلي بالحكمة والواقعية لحل بعض الأمور بتشتد عزمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد بتعيد تنظيم ميزانيتكم الأجواء جيدة لبعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أهمش أنه ما تغامروا بأموالكم هاي فترة حذرة ماليا ومعنويا فلا تتسرعوا باتخاذ القرارات الحاسمة انتوا خلال هذا اليوم بحاجة لكل التعاطف والتضامن برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات الصباح فعشان هيك يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم بضل في نوع من أنواع الهدوء في نشاطكم وفي حركتكم ممكن تلغوا مشاريعكم أو تعانوا من تراجع معنوي أو صحي أهمش أنه ما تحسموا أي أمر لأنها فترة سلبي مخيبة للآمال وممكن تندموا على أي خطوة بتقوموا فيها أما من ساعات الصباح وما بعد هنا بتستعيدوا نشاطكم وحيويتكم بتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارز جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة تملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق وأيضا هاي الفترة بتحمل لك خبر سار جدا إن شاء الله برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا بوسعكم تعزيز صداقاتكم ولكن الطاقة بلشت تضغط عليكم شوي لأنه القمر بيقترب من بيت المتاعب منكم أشخاص ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديقه منكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة وهذا الأمر لغاية ساعات الصباح بتتسع الأفاق وبتحتفلوا بنجاح أو تطوروا علاقة وممكن تعززوا شعبيتكم وتحصدوا أرباح أو تفرحوا الوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجانبكم يعني الأجواء تقريبا فيها إيجابيات ولكن مع اقتراب ساعات الصباح حون بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم بتكو تتجنبوا اتخاذ القرارات الحاسمة والمهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة من الحضوض أيضا بتكو تحذروا من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة لأنها ممكن تخيب آمالك أو تتأخر أعمالك عادي جدا أي شخص يوعدك بشيء وما يوفي فيه خلال هذا اليوم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا يعتبر الوقت من الآن لغاية ساعات الصباح مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم وتحفظوا على إنجازاتكم القائمة أهمش أن تهدأوا من روعكم وما تنفعلوا واتجنبوا مخالفة القوانين وإحرصوا على استقراركم اتجنبوا الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرصوا على لجمها إذا شعرت ببدايتها أما من ساعات الصباح وما بعد هنا بتلتقوا الأصدقاء ممكن يتوجه لكم خلال هذا اليوم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعدوا من لقاء بعض الأصدقاء أهمش أن تحاولوا تصحيح العلاقات المتردية وما تبقى وحيد نهائيا فترة ناشطة وواعدة دراسيا أو مهنيا أو عائليا فعشان هيك رح تكثر عندك الاتصالات والموعيد خلال هذا اليوم طيب حطيتوا اللايك والدسلايك والكومنت والشير والأشياء هاي اللي أنا حكيت لكم عنها ولا ما حطيتوها والله أنا آخر إشي شكلي أجب لكم عصاييك عصى والعصى لمن عصى وعمل لكم ددة ددة لأنه أنتو هيكة يعني يعني مش مش عارف شو أحكي لكم بس يعني الله يسامحكم والله يسامحكم يلا اللي ما كبس يكبس كل إشي على كل الكبسات بس هذولا تنتين فيش حاطينه هذولا جماعة اليوتيوب مش ما بحبه تبع ايه الدعم ومش عارف ايش وشكرا قال ايه الشكر إيه لي أنا عشان بعملي لكم حلقات لا إله إلا الله وهي تبعا تنتسبوا بالقناة عشان تدعموني انسوا الموضوع انسوا انسوا هذا مش وجه رزقه لا تكبسوا عليهم هيك أحسن بس اسمعوا وخلص وتحطوش لايك اطلعوا يا جماعة الخير أنا عارف يا يعني من يحملنا لما نخش نسمع له أساسا يعني يحمد ربه أساسا انه احنا كبسوا كبسوا يلا هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر